أهلاً بحضراتكم من جديد ما فيش شك أن الدولة المصرية أطعت شوت كبير جداً في واحد من أهم ملفات الرعاية الاجتماعية وهو ملف الجماعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني اللي طبعاً كان لها دور في دعم المواطن الأكتر احتياجاً في كل محافظات مصر وأعتقد لسه كنا في بداية الحلقة بنتكلم عن المجهود الكبير اللي حصل في بداية رمضان ومبادرة كتف بكتف صحيح فكرة كمان أن الدولة توحد كل جماعي ومعات المجتمع المدني تحديداً على قلب رجل واحد وتحت مظلة هي مظلة التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي علشان خاطر تقدر لها تفيد أكبر عدد ممكن من الفئات الأولى بالرعاية من الفئات المستحقين اللي دايماً ليهم فضل علينا ولازم يكون فيه دور للدولة للوصول لهذه الفئات لكن برضو لازم يكون فيه عمل بشكل موحد لتضافر كل الجهود فيه جهود كبيرة عملت في هذا الملف وهذه الجهود اترجبت بشكل مصمر لما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي بتتشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلونا ناخد قراءة وفية عن هذا الملف من خلال ضفنا الكريم اللي بنورنا فيه على استوديو النائب الدكتور طلعت عبدالقاوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي بنورنا في الاستوديو أهلا وسهلا بحبات مناور وإحنا بنحتفل على مرور عشر سنوات على صورة يونيو 30 يونيو ما ينفعش ننكر أن واحد من الملفات المهمة جداً اللي حصل فيها تغيير كبير جداً هو ملف العمل الأهلي عشر سنوات على تغير الملف الأهلي تماماً نقدر نقول إيه اللي حصل كنا فين من عشر سنين وبقينا فين الشكل اختلف إزاي هو طبعاً ببساطة شيئاً جداً لو قلنا أنهنا عشر سنوات يعني بدون ما يعني التحيز ولكنها يعني كان مثلاً صادقة من الخلب أنهنا حصل تغيير يعني كل في العمل الأهلي خلال عشر سنوات وكلام ده مش كلام إنشاء ولا شعرات احنا في خلال قبل عشر سنوات كان بيحكمنا قانون 84 سنة 2002 وقانون ده كان يمكن حطت عدد من المحاذير على الجامعات الأهلي منها أنك إنت عشان تشهر الجامعية تقعد ستين يوم وتاخد موافاة الجهات المعنية نمرة اثنين فيه نوع من الوقت يعني القيد الشديد على عملية تمويل سواء الدقيلة أو الخارجة نمرة ثلاثة حل الجامعيات أو المؤسسات الأهلي بقرار إداري من المحافظ أو الوزير نمرة أربعة عقوبات السجن موجودة في القانون فدي كل لي دي كانت قيود موجودة في القانون 48 سنة 2002 بعد دستور 2014 والمدة 75 اللي قالت للمواطنين حق تكوين الجامعيات ومؤسسات أهلية على أساس ديمقراطي وتحصل على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإختار ولا تدخل الجهات الإدارية في شؤونها ولا جزحة لها أو عزل مجرسة إلا بحكم قضائي ولا تمارس كمعيات أنشطة عسكرية أو أنشطة سرعية صدر قانون 70 سنة 2017 وقانون فعلا كان فيه على عديد من المزايا ولكنه صدر في ظروف صعبة كانت لسا الدولة المصرية تعاني من حملات الإرهاب والتطرف وهيرو فكان فيه بعض المواد أزعاجة القائمين والعاملين في العمل آهلي ويمكن أنا كنت واحد من نحن نحط الليحة التنفيذية للقانون وكان هناك معاناة وشبه رفض من المجتمع الآلي بشكل عام فعرض هذا الأمر على فقامة الرئيسة عفتاح السيسي وتحديدا في يناير 2019 وكان قراره التاريخي والغير مسبوق أن يوقف العمل بقانون 70 سنة 2017 رغم أنه لم تحدث في تاريخ مصر دائما جرت العادة القانون النزر تطلع للاحة التنفيذية ثم بعد ذلك ما يقف شوية مشاكل نعدل القانون أولا لا لا إحنا استجابة لرأي جامعات الأهلية إحنا بيتعامل حوار مجتمعي وطلب من حكومة أن يتم حوار مجتمعي وأن يتم التوافق على قانون جديد للعمل آهلي الوزيرة غادر لأي في ذلك الوقت كلفتنا أنا كرئيس الحادة العامة الجامعات الأهلية نحن نعم عمل حوار مجتمعي وعملنا الحوار المجتمعي وانتهينا إلى قانون جيد اللي هو قانون 149 سنة 2017 وده كان أول دعم وأول ملاثرة من الرئيس عفتاح السيسي اللي عمل آهلي نعم، ما في الشك سيادة النائب فكرة أن الدولة أخذت خطوات كبيرة وفرت البيئة التشريعية والقانونية الملاؤمة علشان خاطر كل الجماعيات تقدر اللي هي تشتغل كل الجماعيات تقدر اللي هي تكثف جهدها ويمكن كان القرار العظيم بحرص الجماعيات على فكرة التعاون والتكاتف مع الدولة تحديداً والوقوف في صف الدولة لدعم هذه الفئات من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي شفنا حاجة يمكن ما كانش موجودة وكانت الناس بتتكلم أنها محتاجاها قوي ويمكن دي من أكبر المميزات اللي شفناها التشبيك واحد من المشاكل الكبيرة اللي ما كانش بتحصل كان الناس بتطالب بيها طول الوقت لكن فكرة أن الجماعيات تشتغل مع بعض أنهم يبقى فيه نوع من أنواع التنسيق ما بينهم وبعض وجود قاعدة بيانات محترمة على أساسها أن الناس تعرف تشتغل تبقى عارفة مين بيشتغل في إيه في أنهي منطقة أعتقد ده هو اللي فرع في وجود التحالف خلينا بس أكمل أنا كنت بقوله عشان نمشي تسلسل الفترة ديت والدعم الرئيس أنا بتحسيس لأنهي لازم نديله حقه في عشرين وعشرين أعلن فخامة الرئيس أن عام عشرين وعشرين وعشرين عام ونصمت المجتمع المدني صحيح العام ده تبقى بكده كان المرأة وزوج الأعاق ده التالت عامي يعني يطلق عليه عام المجتمع المدني عشرين وعشرين وكان ده بالنسبة أننا نحن كجمعيات أهلية أكتر من ستة وثلاثين أو سبعة وثلاثين ألف جمعيات أنا أعتبرته حكتيين نوع من أنواع يعني التكليف والتشريف أما التشريف أن يعني فخامة الرئيس بحسه السياسي يقتنع بالدور الكبير اللي بتقوم بجمعيات والسئلية نحن نساهم بأكتر من ثلاثين في المئة بالخدوات الصحية نحن نساهم في العملية التعليمية في التصدي للفقر في التصدي للبطالة في حماية المستهلك بس كان ذا بيحصل ككل واحد لوحده لا فإن ده ما نكمل ما نحكمل الموضوع يعني عشان بحركة كانش ليك أي تعليق على التقرير ما نحعلق عشان نمسي التسلسل عشان المشاهد الكريم بس يتابع معنا لأن الموضوع لازم مش هاوصل لنهاية الموضوع لازم تقول بمدايك وصل لإيه عشان كه حيك موجود معنا النهار تمام فأنا قلت هنا بقى التكليف النقطة بقى التكليف علينا مسئولية صحي فالمسئولية دي طب إحنا عايزين نحقق الهدف الكبير إن احنا ندعم قطة التنمية الاقتصادية والتنمية للدولة المصرية فظاهرة الفكرة يعني ظاهرة الفكرة اللي هي يعني غير مسبوقة إن 24 جمعية ومؤسسة أهلية ومعهم الاتحاد العام للجمعيات إن أنا برقصه بنقعد على طربيزة واحد في مارس عشرين اتنين وعشرين ونتفق على إن احنا يتعامل بنا بروتوكول تعاون صحي البروتوكول تعاون ده أهدافه إيه إن احنا يبقى لنا بقعد البيانات واحدة لنا نشاط مشترك لنا خطط مشتركة لنا يحترام متبادل هدفنا كله المواطن المصري وبصفة خاصة المواطن الأكثر احتياجا وكان أول نمازج لنجاح هذه التجربة الفريدة في رمضان قبل الماضي طم توزيع ملايين كالتين عن الناس في صورة واحدة كان زي ما أحدك بتقول من شوية كان فيه نوع من نوعات ديواجية في توزيع المساعدات صحيح ممكن قرية تاخد مساعدات كتير جدا وقرية تاني ما تاخدش غالص ممكن محافظة تاخد محافظة تاني ما تاخدش لا هنا المؤسسة الحياة كريمة مع الـ 24 جامعية تعاملت بعض البيانات على أعلى مستوى حوكا قددت بشكل واضح وصريح خطة الفقر على المستوى جمهورية احنا عندنا نسبة الفقر 29-18% وبمناسبة النسبة دي أول مرة تتناقص بعد برنامج تكافل وكرامة نزلت من 32.5% إلى 29-17% ودي أعلامة إيجابية فبدأ بقى حضرتك نقول بقى الإنجاز اللي تم في خلال مثلا التحالف ده عمل المؤتمر الأول للتحالف الوقت نعمل أهل التنموي في يناير 20-23% في تسعة شهور بلاكة الآتي ما تم صرفه للمواطنين الأكثر احتياجا 14 مليار جنيه 14 مليار جنيه ده مساعدات عينية ده مساعدات عينية ده مساعدات عينية ونقضية عبارة عن ده عام 149 ألف مشروع صغير ومثلين صغر اتنين علاج خمسة مليون مواطن تلاتة توزيع ستة مليون كارتونة إيزائية أربعة زراعة 150 ألف فدان لصغار الفلاحين أم حفول صوية تكريتها جات إيه؟ مبادرة إزرع الفلاحين اللي هم صغار الفلاحين اللي عنده نصف فدان أو ربع فدان وكان بيعاني معاناة شديدة أنه يحصل على أسمه ده على التقاوي على المبيدات التحالف اداله هذه المأمواد والمستلزمات بتحفيد 50% وأعتقد مبادرة إزرع كان لها دول رئيس معالي الدكتور فكرة اللي هي يعني منع تفتيت الحياز الزراعي كان فيها حكتين كان فيها حكتين صغار الفلاحين مش عايز أنساهم دول ناس يعني مواطنين مصريين شرفاء اتنين إن أنا بدي ثقافة جديدة إن أنا عايز أسد الفجوة الغذائية لنتجة نتيجة حرب وأوكرونيا وروسيا وكنا بنستولد الأمح من هذه المنطقة لأحنا عايزين نعمل ثقافة الزراعة المواد الغذائية زي الأمح وفول الصوية وغيره طبعا دا استراتيجية التوتل أو المحصلة 14 مليار يكفي أن أقول أن التحالف الوطني عمل بروتوكول تعاون مع الوزيرة نبيل قاباش وزارة تضم لضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة 600 ألف أسرة يعني نحن تكافل وكرامة الدولة المصرية وحكومة كانت بتغطي حوالي 4 و 2 من 10 مليون أسرة نضف لهم 600 ألف أسرة يعني كان 4 و 6 من 10 نضف 600 ألف أسرة بتكلفة كام 3 و 5 مليار الـ 24 جمعية النهاردة هم 34 جمعية ومؤسس أهلية من كبرى الجمعيات بيشتغلوا كتيم وورك يعني أحد المسؤولين قال دي فكرة يعني يعني يقضوا عليها جهازة نوبل أنك توحد هذه الجهود كلها ويشتغلوا على قلب رجل واحد وتقعد كل النازل على تغييزة واحدة ابدأ مشروع ابدأ مشروع أنه هو باب رزق القوافل القوافلة كان بتنزل القرية تقريبا غطوا مواصم الجمهورية كانت بتدخل في حوالي 5 مليون جنيه كل المبادرات كانت التحالف الوطني عامل أهل المشارك فيه التحالف طبعا هيقنن لازم هيبقى ليه وضع قانون أو قانون تشريع عن قانون وضعه ألاف الجمعيات عايزت تنضمن هذا التحالف التحالف بدأ يعني بدأ يغير فكرة المساعدة فقط لا التنمية المشروعات سواء المشروعات الصغيرة متنهي الصغر أن نبدأ الناس تتعود على العمل على الإنتاج بس كل جمعية لسه بتشتغل في اللي هي بتشتغل فيه والشغل بقى تكاملي يعني بيتم التنسيق ما بين كل جمعية وأخرى ولكن الجميع مازال يعمل في نشاطه ولكن الموضوع بقى بشكل أكثر تنظيما بحيث أن يوصل للفرد الخدمة بشكل محترم وأدمي ومتكامل كلام حضرك دقيق جدا النهاردة احنا بنتكلم مثلا مجموعة جمعيات فيه مثلا جمعيات تشغل في مجال الصح طيب وفيه جمعيات تشغل في مجال الدعم العين فيه الدعم النقدي التعليم التعليم بالضبط فكل ده بينزل يعني هنا بقى المختلط أنا بنزل قرية هوا القرية دي هتبقى إيه مشكلة إيه يا أمي عايزين نمحيها يا أم فقر عايزين نقلله يا أم أبطالة عايزين نوفر فرص عمل يا أم أعاق عايزين ندي فرص يعني نوفر بعد الأدوات والأجهزة لزول أعاق فكل الكلام ده تكاملة في التحالف الوطني عامل أهل التنموي فيه تجربة غير مسبوقة يعني تجربة فعلا تدرس وإحنا سعداء بيها جدا كالتحاد عام إن احنا شركاء وأعضاء في هذا التحالف اللي هو النهاردة إن شاء الله تبقى صورة يعني الرئيس عفتاح سيسي أم مبارك هذه الخطوة ودع الحكومة للخوف النهاردة فيه شركات سواء مع القطاع الخاص سواء مع الحكومة فيه شركات تمت وبردخلات تعاون تمت بين التحالف طلعت يمكن حضرتك ذكرت كده وفيه عجالة وتفنيد ما حدث وكيف تحول المشروع من فكرة إلى قرار وتحالف يعمل على أرض الواقع والهدف واحد فقط وهو الاستفاف مع الدولة لتحقيق أكبر استفادة يعني ممكنة لأهلنا وللمواطنين الأكثر يعني احتياجا والأولى بهذه الخدمة لكن عاوز أعرف من حضرتك هل شايف أن المجتمع المدني أصبح شريك أساسي في صنع القرارات تحديدا الخاصة بالتنمية في الدولة وإزاي تحققت يعني هذه المعادلة الصعبة أن يبقى المجتمع المدني يجلس مع الحكومة لصنع القرارات التنموية هو حدك أصبت يعني الحقيقة في هذا الموضوع احنا دائما كنا نقول احنا المجتمع المدني مش منفزين فقط ولكن شركاء في السياسات صحيح يعني خطة التنمية الاقتصادية واجتماعي للدولة احنا بنادعو للحضر وبالي نرعي فيها لأننا ما ينفعش قصة بالنسبة لي أننا رجل منفز بس لا أنا أشارك في السياسات وأتابع وأراقب السياسات يعني المجتمع المدني بفكره جديد أننا من الحقي أننا أتابع السياسات وأتابع البرامج والخطط وأقول مثلا لو كان هناك في مشاكل لو كان فيه إخفاقات لأنه هارده فيه تنصيق كامل مع الحكومة فيه مبادرات ستظهر جديدا خلال الأيام القليلة القادمة مع وزارة الصحة وغيره والمجتمع المدني شريك فيها شركاء احنا في خطة التنمية الاقتصادية واجتماعية الدولة وكل أبعادها لأن أنا أقول لك حاليا احنا النهاردة يعني مسلس التنمية عبارة عن ايه قطع خاص حكومة قطع أهلي صحيح أنا شريك أنا مش يعني مش بنضم أن أنا أنفذ فقط أنا بنفذ أو أشارك في التنفيذ ولكن من ينفذ عليه أن يشارك في وضع السياسي احنا فعلا بنستدعى في وزارة التخطيط بنستدعى في الوزارات المختلفة والتضامن طبعا بشكل كبير وشكل متكامل بنشارك احنا سندوق دعم الجماعات الاهلية اللي هو حيدعم مشاريعات جماعات الاهلية عدد أعضاء واثناشر برئاسة الوزيرة المجتمع الاهل سبعة يبقى احنا شركاء في وضع مثلا سياسة السندودية السندودية اللي هو حيمول وحيدعم مشاريعات الجماعات الاهلية احنا شركاء فيه في البرد في مجلس دارة بعدد يزيد عن الستين في المية عاوز نروح لحيك مرة أخرى دكتور طلع طبداوي وعرف منك يعني حجم الانفاق اللي كان موجود داخل منظومة العمل الاهلي ازاي سهمت الدولة في مضاعفة هذا الحجم يعني هو طبعا الانفاق اللي تم في الفترة دي احنا نتكلم على اكتر من 14 مليور نعم وفي يناير مقارنة بأدية نعم فلنم مقارنة برقم تاني قبلها كل واحد زي ما قلت كان مشتعل فردي لا عارفين ايه لطرف ولا عارفين ايه لدح لا 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 فيه تثمين لدور العملاء نعم نعم نحن نوصل لتثمين لدور العملاء وده غاية في الأهمية عشان تعظيم الاستفادة من الموارد المتاح طبعا وبعدين النهات العظيم الموارد المتاح وترشدها وانفقها بشكل جيد وزي ما قلت قاعدة البيانات النهات ده مثلا ايه قيمة قاعدة البيانات ان الجامعية يعني سين او صاد او عين بدون ذكر اسماء بيبقى عندها قاعدة البيانات للمساعدات فعشان كده مش هحصل الدواجية انا خدت من جامعية مش هروحه اخذ من جامعية تانية كان فيه بعض الناس متضردت على كل الجامعية دكتور انا عاوز هنا بس يعني عشان ابعارف وي نكون محطوطين كلنا في الصورة يمكن كلنا تابعنا ما حدث من اعوام في قرب سهيل ايه اثناء يعني تضررها بالامطار تمام هل هنا ما كانش موجود التحالف الوطني للعمل الاهل التنموي هل هنا في حالة وجود التحالف الوطني للعمل الاهل التنموي بيتم تدخل سريع بقرارات مثلا من الدولة توجيه التحالف الوطني تدخلوا فورا حلوا المشكلة دي ويمكن انتو عندكم قدرة ومرونة اكثر من الدولة بفكرة القرارات يعني انتو مش محتاجين لسه روتين والوزير المعني والمختص ان هو يمضي ويعتمد ثم تم توجيه ده لالية التنفيذ اعتقد انتو اسرع هنا الدور ده بيبقى موجود بيتم وبشكل يومي ومش في الكوارث او النخابات فقط ابدا ده حتى الحالات اليومية يعني في بعض الحالات اليومية مثلا شخص مثلا ظروفه كذا واكتشف ان المجموعة بتتحرك لها على طول وبعدين التحالف فيه ميزة انه منتشر على مستوى الجمهورية صحيح يعني اصبح ليه قواعد على مستوى الجمهورية يعني تنظيم قوي منتشر على مستوى الجمهورية شوفنا في كتفة 50 الف متطوع ده 250 الف متطوع ودي رقم غير مسبوق 250 الف متطوع رقم غير مسبوق جم كتف بكتف من الصعيد محدش خد منهم بدل انتقاش لا ده تجربة تدرس تجربة تدرس فعلا ودي من نماذج النجحة بالنسبة ان احنا وقوف الدولة لا احنا منساعد وبساعدة قوية جدا الدولة في امس الحاجة ليه ليه بقى حضرتك هو دايما حتى في المناطق اللي هي العشوائية والمناطق النائية المجتمع المدني زي ما حاك قلت يعني وصول الاماكن دي بيبقى أسرع من الدولة لان الدولة كدولة كحكومة فيه اجراءات بروكتينية فيه اجراءات بروكتينية واقع الأقر لا حل ما عندنا نجلة احنا هتحرك ونشتغل وده اللي بيحصل حاليا فالتحالف نقلة جبيرة جدا وانا اتصور خد سنة كمان من دلوقتي على الأقصر هتلاقي دينها تغيرت خالص طب أنا عايزة أقف عند كلمة نقلة دي يا دكتور طب بل التحالف عمل نقلة مش بس فيه شكل الانفاق وفي حجمه عمل نقلة في شكل المتطوع وفي شكل العمل التطوعي أصلا في حد ذاته تحول الأمر من المتطوع الهاوي زي ما بنقول عليه إلى متطوع محترف يعني إيه محترف يعني الإفادة المتبدلة يعني المتطوع بيقدم مجهوده وبيقدم وقته وفي نفس الوقت بيتلقى تدريب محترم يساعده أنه يخدم الناس اللي بيخدمهم وفي نفس الوقت بيساعده على وجود شبكة علاقات وخبرات بيكتسبها بحيث أنه المتطوع يبقى قدر يستفيد الاستفادة المثلة من وقته ومن مساعدة الآخرين والآخرين يوصلهم الاستفادة منه بشكل محترف بص حدريك دلوقتي حدثت يعني برضو تحدثت عن موضوع قاية في الأهمية أنا عندي من ضمن مزايا القانون 149 في سنة 2019 في باب اسمه باب التطوع لم يكن موجود في القوانين المصرية المقابل فإحنا عملنا الباب ده وانا واحد من شركنا في هذا القانون كنا نقول إي حقوق المتطوعين وواجبات المتطوعين هو المتطوع اللي يحقوق آل يحقوق عليه واجبات عليه واجبات من ضمن حقوق زي ما حالك قلت أننا من ضمن أدربه وأهله قبل ممكنه وأنا دايما فيه مقولة بقول التأهيل قبل التمكين طبعا التأهيل قبل التمكين في ناس لتشتغل في الإغاية تماما فلازم أهله في كل دمر اتنين أن أنا أكرمه وأقدره وأعلمه وفي نفس الوقت أقول له فيه واجب عليك بقى أنت مش معنا متطوع أن بكرة الصبحة أنت ملتزم معي مجيليش آسف أنت قابلت أن تكون متطوعا فعليك واجب لازم تقوم به كاملة فدي مسألة غاية في الأهمية إحنا لدينا مجموعة وإنحنا عايزين ننشر ثقافة التطوع على مستوى الجمرية ده غاية في الأهمية وبرضو كلمة التطوع مش مقصود بها الشباب بس لا 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 ببعد عنده 70 سنة ويتطوع أنا رجل كنت على المعاشي مثلا دلوقتي هو كان عندي وقت فأت وقت فراغ أستفيق منه تعالى بالعكس أنا استفيد من خبرة حضرتك كل الناس ممكن والتطوع التطوع ده من أول الطفل الصغير لحد عن معاشي فالتطوع دي عمليها غاية في الأهمية يعني إحنا من نهاردة بنحاول ننشرها وديها يعني بتحليلك جزء كبير من مشاكلك يعني أنا كجماعة أهلية أنا ما عنديش ما عنديش إمكانيات اللي أنا أعمل مثلا مرتبات وموظفين بشكل كبير فبجيب مجموعة متطوعين هم يقوموا بهذا العمل عشان يساعدوني فإحنا فعلا معتمدين على التطوعين وأنا بقول في نقلة كبيرة فعلا في المجتمع الأهلي إحنا عندنا هيبقى إن شاء الله في الجلسات القادمة في الحوار الوطني هل لنا شوية مطالب عشان نقوّل عمل أهلي أكثر وده إن شاء الله هنقولها في وقتها إن إحنا عشان ندعم العمل أهلي ونقوّيه لأنه زي بقول المجتمع الأهلي عليه دور كبير في المرحلة القادمة المجتمع الأهلي هو القادر هو عايز أقوله حكاية يعني أنا مثلا عندي مثلا في برامج زي تنظيم الأسر أنا عندي حوالي خمس تلاف وحدة صحية تابعين لوزارة الصح ده السقف بتاعنا خراص فبقول إحنا عندنا كجمعات أهلية لسه ممكن نستطيع إن إحنا نزود عدد الجمعات أهلية للشغل في برنامج تنظيم الأسر صحيح عندنا يبقى في مساحة في فرص موجودة المجتمع الأهلي يقوم بيها جعلها تاني كان من الصعوبة بمكان إنك تقعد الناس دي على ترمزها لا يمكن صحيح هي فكرة عبقرية في إيه إن أنت أعدت مش عايز أقول أخسر يمين الأخسر يصير ما فيش عندنا أخسر أو أخسر ولكن حتى في الاهتمامات وفي الأفكار وفي الرؤى كان صعب جدا كان فيه التنافسية جمعات كذا لا لا مقدارش أتسلم على فلان وهل كان أمر هين لإحنا 100 مليون مواطن في مجموعة من الفلارات أو الإعلانات التي تتعامل دلوقتي وتعرض على القناة الأولى والقنات الأخرى أنا شايف بجد تحية كبيرة جدا لكل من صمم هذه الفيديوهات لأنه بيقولك إحنا 100 مليون أو 105 مليون مواطن 105 مليون مواطن دولة كبيرة أكيد 105 مليون مواطن نتكلم على 105 مليون مواطن كل مواطن لأولويات لازم نقعب مع بعض ونتكلم لازم نقعب مع بعض ونرتب دولاب الدولة ويمكن هو ده اللي بيحصل النهاردة في الحوار الوطني أعتقد برضه كام من الصعب زي ما هيك بتقيس على التحالف أعتقد كام من الصعب اللي أنت تجيب أقصى اليمين وأقصى اليسار عشان تعودوا وترتبوا دولاب يعني أو القويات العمل داخل الدولة خلينا نتكلم في دي تحديدا لكن نطلع فاصل ونرجع ونشوف إزاي المستحيل تحقق في مصر في الجمهورية الجديدة مشاهدينا دولا نسيب حضراتكم لفاصل سريع ونرجع ونكمل بقية كلامنا مع الدكتور طلعة عبدالقوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنميمي لسا مكملينا مع حضراتكم فقرتنا الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكيف تحول لشريك مع الدولة المصرية في صنع القرارات التنموية حوالنا لسا مستمر مع دكتور طلعة عبدالقوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دكتور طلعة كنا بنتكلم قبل الفاصل عن فكرة التوليفة فكرة اللي انت تقدر النهاردة اللي انت تجمع مجموعة من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني من خلفيات مختلفة خلفيات ليست ذات صلة بعضها ببعض وتعادهم على مائدة حوار واحدة من أجل خدمة المواطن المصر هو نفس الأمر الذي يحدث الآن في الحوار الوطني جلوس كافة القوة كافة الأحزاب السياسية الشخصيات العمل المواطن نفسه ليه دور بيقول أنا عاوز إيه الفترة اللي جاي فكون حضرتك عدوا في التحالف الوطني العمل أهلي التنموي وشاركت وأصبح المستحيل حقيقة بالتحالف شايف إزاي الحوار الوطني الحوار الوطني يعني يمكن كان أصعب شوية لأن صعوبته أن رئاسة الخامة الرئيس في 26 إبريل 22 قال أننا عايزين يتعامل حوار وطني بين القوة المصرية لرسم سياسة المستقبل فكانت رسالة بسيطة يعني القوة وتقعد مع بعض عشان نرسل شكرا فبعد ما تشكل مجلس أمناء الحوار الوطني وصدق رخشوها المنسق العام والمسجر المحود فوزي والإيساة الإيمان الفنية يعني مجلس الأمناء بدأ يعني يتلقى طلبات الناس الناس عايزة ايه صحيح المواطن المصري عايز ايه بكلمة المواطن المصري سواء شخص طبيعي أو شخص اعتمالي عزب سياسية نقابات جمعيات حكومة تلقينا 196 ألف طلب أو مقترح كان عليك مهمة شقة جدا انك تعملها عمليه التحليل فلطرة ففلطرناها لثلاث محاول رئيسية محور سياسي محور مجتمعي محور اقتصادي كل محور عندها عدد من القضايا غاية في الأهمية يعني تذكرت مثلا قلت المحور السياسي ما نتحدث عن موضوع غاية في الأهمية وهو مثلا قانون مجلس النواب ما لهم عليه قانون مجلس الشيوخ ما لهم عليه الأحزاب السياسية قضية غاية في الأهمية وبتشغل الرأي العام كله في مصر الإدارة المحلية صحيح المجالس الشعبية المحلية اللي هي معطلة بعدها أكثر من 15 سنة أيضا حول إنسان استراتيجية الوطولة الإلطانية حول إنسان برضو الجامعات الأهلية التعاونيات النقابات ده المحور السياسي أما أتكلم عن المحور المجتمعي وهو لا يقل لأهمية عن المحور السياسي بنتكلم عن قاطرة التنمية البشرية التعليم الصحة القضية السكانية كأم المشاكل وأخط المشاكل عن الأسرة وتماسك المجتمع أيضا عن الهوية والثقافة المصرية أيضا المحور الاقتصادي وده موضوعات غاية في الأهمية وكان عندنا الشجاعة والجراءة أن نحن نتلقى هذه موضوعات ونحطها كما جاء مقت من الواطنين المواطنين بيعانوا من الغلاء التضخم عجز الموازنة الدين العام السياحة الصناعة الزراعة ملكية الدولة الاستثمار كل دي قضايا تسعتاشر قضية كل قضية من دول يعني بيبقى منها قضايا فرعية نحن بنا نعمل مع مية و تلاتاشر موضوع يعني الصحة لسبيل المثال بنتكلم عن التأمين الصحي عن المنظومة الصحية عن الدواء عن وضع الأطباء ليه الأطباء بيهجروا مصر و بيسافروا الخارج كل دي قضايا مثلا خاصة بالصحة التعليم بنتكلم عن التعليم التعليم قبل الجميع التعليم الجميع التعليم الأزهري التعليم الخاص التعليم الأهلي كل دي موضوعات فإحنا النهاردة دخلنا بقى طيب ده الموضوعات طب إحنا عايزين الناس كلها تقعد على طرابيزة واحدة كان من الصعوبة بمكان أنك أنت تتواجه أو تبدأ بدأ بقى فيه دورك أم نبي وأبي أسساد النسخ العام والرئيس الأجنة الفنية التواصل مع كل الأحزاب السياسية ما فيش حزب سياسي لم يدعى لحضور الحوار صحيح النقابات المهنية 25 الجماعية الأهلية كل الطيارات المختلفة الطيارات السياسية تنسقية شباب الأحزاب كل دولة دعوا لحوار الوطن بصراحة احنا كان في ناتب تراهن على أن الحوار الوطني لن يتم احنا عدنا 9 شهور نجهز عملنا 24 جالسة كنا في الجالسة بتواجد 7-8 ساعات عشان نصل إلى الأجندة عشان نصل إلى حالة حوار حقيقي عشان يتحول الحوار إلى شيء حقيقي زي ما حد قلت عشان تقعد على الترابيزة 30 متحدث احنا عملنا ليحة لمجلس الأماناء ما كناش عاملين كده مش تغلش اعتباطا لا أبدا ده ليحة المدة تكلم قد إيه الالتزام بالمواصل بالسلوكيات المهنية الحاجات دي كلها عشان تجيب الناس وفيه متحدثين طب مين يحضر بالجلسة الحوار وحضرت أكثر من جلسة اللي بيحضر يا إما من تقدم بمقترحات صحي الأحزاب السياسية أصحاب الخبرة أقضاء مجلس الأمناء الحكومة إذا ما رغبت أو استدعيت ومعمول زي ما حد شوفت كل واحد أربع دقايق قول فكرتك في الأربع دقايق بعدين بعد كده بنبدأ نعمل المناقشات هل إحنا عندنا تصويت لا ما عندناش تصويت في الحوار لا لأن كل هذه القضايا وضيفة على كلام حضرتك دكتور طالد فكرة بس مش شخصيات يعني عامة وحزبية وأصحاب خبرة أيضا المواطن يحضر في جلسات الحوار ويمكن تابعنا المواطن أحمد سيد أحمد حسن ما أتذكر الإسم اللي قالك إن أنا طرقت جميع الأبواب وجميع أبواب المسؤولين ولم يلتفت ويستجيب لي أحد حتى وصلت إلى هنا إلى مقر الحوار الوطني وبالفعل تم دعوته وتم الاستماع لرأيه وتم الأغذى بتوصياته وده اللي بيأكد أننا أمام حالة حوار حقيقية يعني الدولة المصرية بتستعد وتتأهب لبناء جمهورية جديدة كما نطلق دائما هذه الجمهورية تلبي كل متطلبات يعني المواطن المصري وهو الذي يضع دائما في عين الاعتبار في كل الخطط وكل الاستراتيجيات التي تقوم بها الحكومة أو شخص رئيس الجمهورية أو أيضا جمعيات المجتمع المدينة نشكر حقيق في حياة الأمر دكتور طالع قبل الشكر دي واحدة بس أن نقول في حتى زيارة أقل من الفلسان أقل الضمانات كان فيها دولة الضمانات الحوار الوطني حانجة ضمانات اللي دعا ليه رئيس الجمهورية وأن التوصيات التي ستزور عن حوار إما مقترحات بمشروعات قوانين أو سيسي أو قرارات نحن بنستمر في النقل ونحن بنناقش هذه النقاط قدام كل التليفزيونات دكتور نورتنا وشرفتنا سعداء بوجود حضرتك أهلا وسهلا بيك